مرحبا مواليد برشة الجديد معكم كارمي الشماس كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين 28 نوفمبر حتى الأحد 4 ديسمبر شوفي عنا بهيدا الأسبوع هيدا الأسبوع انتوا من كل حالكم بتعرفوا انه الشمس موجودة ببرش القوسي اللي هو البيت للضعيف بالنسبة للكم بيت الهدوء وبيت اعادة تقييم الأمور وأنا حكي عن هذه الأمور ببرشكم الشهري حكي عنه ببرشكم الأسبوعي اليومي عم ضل حكي بهذه المواضيع بعد الأجواء نفسها لكن بهيدا الأسبوع رح بكون في عنكن حوالي الأربعة أيام بتقدروا تستفيدوا منها بشكل ممتاز وضروري تستفيدوا منها لأنكم بحاجة مثل ما نقول لك كل نسمة حلوة لازم تستفيدوا منها عنا التانين والثالتة التانين 28 التالتة 29 الأمر موجود ببرش الدلو بيت المال بيت التاني فعم تتحرك عنكن الأمور هلا يمكن ما تتحرك عنكم بالطريقة اللي انتوا بتكون ياها لأنه هلا الأمر جيد لكن الشمس وعطارهم عم بيشتغلوا بطريقة بتبطئ عنكن الأمور ففي احتمال انه الأمور ما تصبط بالشكل اللي انتوا بتكون ياه لذلك التانين والثالتة الأجواء عليكم أنا بعتبرها جيدة يلي بدو يتابع شغله وبدو يخلي عينه على شغله مثل يلي عم بيشتغل بأمور مالية اللي عم بيشتغل بيدرسه بامتحاناته بكل شي عم بتشتغلوه بتكونوا كتير دايقين بشغلكم لأنه الشمس يمكن هي تسبب شوية تأخير لكن الأمر عم بيدعم لقدام يلي عم بيشتغل ببعض المفاوضات المالية التجارية بدو ينتبه أو اللي عندو امتحانات لحتى ميزها أو يرتكب خطأ ويفكر انه عم بيقيموا الأمور عم بيعملوا حساباتهم بطريقة صحيحة 100% الأربعة والخميس الأربعة ثلاثين الخميس واحد الأمر بيبرش الحوض هون في عنا نوع من يقظة يعني في عنا نوع من وعي وعيين مش سهينين ثيئين عم بتقدروا تركزوا يمكن شوي بطريقة أفضل عنكن عجئة عجئين في حركة في نشاط فهو دول اليومين بتختموا فيهم شهر نوفمبر بطريقة حلوة أو أيضا بتبلشوا فيهم شهر ديسمبر بطريقة ناشحة عنكن قدرة استيعاب عنكن قدرة تحرك وبالتالي أي مسألة حابين تضبطوها رجاءا اشتغلوا عليها اختموا شهر نوفمبر وانتو بيلكم مطمئن وبلشوا ديسمبر وانتو ضميركن أيضا مطمئن ومرتاح الجمعة والسبت الأمر موجود ببرش الحمل هذا الأمر عم بيشكل مثلث مع الشمس يعني الأمر مرتاح لكن مع برشكون هو من البيت الرابع عم بيشكل شوية حساسيات أو يمكن عم بيخلق جو ليقلكم أوكي شو في قصص بالبيت مش زابطة عم بيرجع يحركش فيها فكونوا حذرين مواليد برش الجدي الجمعة والسبت لأموركم العقلية والصحية العقلية العائلة الصحية انتو أو حتى العائلة يمكن فقط أمور متعبة عم بتغيروا بيت عم بتسافروا عم بترجعوا بتحسوا ببعض التعب فكونوا منتبهين لهذه الأمور الأحد نفس الشي لأنه الأمر موجود ببرش الحمل حتى الساعة الثنين إلى تلت بعد ظهر توقيت بيروت بينتقل من بعد اللومين لبرش الثور يلي عم بتابعني من القارة الأمريكية من الصبح الأمر ببرش الثور وبالتالي فيكون باعتبار عنده إذن إنه وجود الأمر ببرش الثور رح يغير المعطيات بشكل كتير حلو ومساعد جدا ومطمئن جدا لموالي برش الجدي فبتدخله بأجمل فترة نسبيا في هذا الأسبوع طبعا ما فينا ننسى برجع بذكر إنه الأربع والخميس كمانا حلوين إذن الأحد بعض الظهر أو عشيه أو حسب وين أنتوا على القارة الأمريكية الأجواء بتكون صارت حلوة عندكم تحلو ولكن خليكن مفتحين عينيكم الأكثر حظا الأحد بعض الظهر مع برش الثور كلكم في تكون تكونوا محظوظين بشكل عام 6-7 كانون الثاني يناير كل الأسبوع لكن ضلكم حذرين 16-17 كانون الثاني يناير هذه تأثيرات كوكب بلوتو بدي تمنى لكم أسبوع حلو نلتقي مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل باي باي